اشتركوا في القناة وقرى حوالين سربرنيتسا واليوم بنرجع مرة تانية عشان نتكلم عن المسئولية زي ما انتوا شايفين كده المسئولية انا كتبت المسئولية حلبي يعني اين المسئولية حلبي هل هي فكهة هل هي حلويات حلبية او حلويات شمية ليه انا سمتها المسئولية حلبي هذا هو سليمان الحلبي او انا بسميه سيدنا وسيد سيدنا سليمان الحلبي الذي دافع عن الامة الاسلامية بعد بعد الحملة الصليبية او الحملة الفرنسية على مصر وضحى بحياته وضحى بروحه وكان طالب ازهري في الازهر الشريف في القاهرة ودفاعا عن الامة العربية والامة الاسلامية وعلى الانسانية في العالم وقف وقتل نائب نابليون بونابارت وبعد ذلك هذا ما فعلوه في سليمان الحلبي ده كان الخزوق اللي هم حطوا سليمان الحلبي فيه وعليه وتفننوا فن رفيع بان الخزوق ده ما يخشش في اي عضو من اعضاء الكبيرة ده الرئة او المعدة او القلب علشان يخرج ها ويفضل سيدنا وانا اقول سيدنا وسيدنا وسيدنا سليمان الحلبي يتعذب على الخزوق ده الحكمة من وراء التسمية ايه ان كل من طلب الاسمسئولية هو يطلب ان يجلس على خزوق زي الخزوق اللي جلس عليه او اللي جلس عليه شرفا سيدنا سليمان الحلبي حينما دافع عن الامة الاسلامية ودافع عن الامة العربية ودافع عن الانسانية ودافع عن قرامة الشعوب ضد الحملة البربرية الفرنسية ضد مصر في هذا الوقت البعض كده انا سمحت ده الكرسي اللي بيقعد عليه المسئول المسئول ده سواء كان ملك كان امير كان شيخ كان وزير كان رئيس كان رئيس وزراء كان مدير كان رئيس مجلس ادارة هو خزوق ودا كرسي بتاع الرئاسة الخزوق بيكبر ويصغر على حسب المسئولية اللي بيقعد عليها على حسب المسئولية اللي بيطلبها اللي مسئول عن اتنين خزوق صغير اللي مسئول عن مليون اكبر اللي مسئول عن مقات الملايين او عشرات الملايين بيبقى على حسب المسئولية اللي بتحملها مفيش كرسي مسئولية الا وعليه البتاع ده ومن العجب العجيب ان يتلذذ المسئول بالجلوس على هذا الخزوق يعني اللزة بتكون اكتر من الالم بتاع الخزوق بعد كده انا سمعت ده نوع خزوق الحكم فده كرسي من الكرسي التعذيب اللي كانوا عاملينها في القرون الوسطى او القرون الظلام في اوروبا كل دي مسامير زي ما انتو شايفين كل دي مسامير شوفت هنا مسامير في اليد مسامير في اليد الاخرى مسامير تحت على الرجلين مسامير هنا مسامير في الظهر الاخري فهكذا تفنن هكذا تفنن الناس في صنع الخوازيء للتعذيب والمسئولية خوازيء زي ما انا قلت قبل كده هو حسب 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 ما تتحمل ما تتحمل بحثا بحثا انت تبحث عنك تبقى مسئول بتجري بتجاهد عشان تبقى مسئول مش تشعرف ان كل خطوة بتتحمل فيها المسئولية الشارع كل فرد من افراد المجتمع اللي انت بتتكلم عنه او تكون مسئول عنه بيعتبر بالنسبة لي انا خذوق سواء كان خذوق في اي مكان في جسمي معلش على التعبيرات لك التعبيرات مؤلمة لكن الناس بتتلزز بتعذيب نفسها بطرق السادية هذه لكرسي الحكم ده كرسي من كرسي الحكم بعد كده هنا دي حكمة انا ما قلتها لكن حد تاني قالها جزاء الله خير اللي قالها ده وفيها ايه فيها مقدار الوعي لان كلما ازداد مقدار الوعي لدى الانسان كلما ازدادت الخوازيء التي تعترضه في طريقه لانه بيكلم عن الحقوق لانه بيكلم عن الواجبات لانه بيكلم عن المظالم لانه بيطالب برفع المظالم فتأتي له هذه الخوازيء اما من اصدقاءه المقربين او اما من اعدائه او اما من المجتمع اللي مش فهم هو بيقول عليه زي ما حصل في تشي جفارة لما كان هو بيحاول يحارب القوة اللي هناك الكشف المكان اللي عايش فيه في الغابة كان راجل رعي غنم فقال له ليه انت قلت عنه قال له كان كل لما يجي الراجل ده عندنا في القرية او في الحتة دي يعملوا دوشة وتيجي الجيش فانا قلت له بخدوا بقى عشان تخلصون منه فالوعي عند الراجل كان مش موجود لكن الوعي عند تشي جفارة كان عالي جدا علشان كده اصبح شهيد لتحرير المنطقة بتاعته ايه المسؤولية بنتكلم عنها انا عندي كتابت كلام في اخر لحظة لان اخونا العظيم اللي بيحضر لي المحاضرة حطري بتاع دي الاسم على الطاولة من غير ما يديني اي تحضير فالمسؤولية هي بالنسبة لي رسالة ودور ومهمة في نفس الوقت رسالة ودور ومهمة رسالة بتؤمن بيها دور بتؤمن بي مهمة لابد تنجزها والمسؤولية فيها اخلاق المسؤولية اخلاق واداء ومشاركة اخلاق واداء ومشاركة والمسؤولية مشاعر بتحس بمشاعر الناس وأحلام الناس اللي معاك ورؤة تشعر بمشاعة الناس وترى أحلام الناس وتحقق رؤى الناس في نفس الوقت والمسئلة في نفس وقت حب حب الناس مش حب الكرسي تكلمنا عنه لا حب الناس وخدمة الناس وإخلاص للناس في هذا العمل والمسئلة كذلك محاسبة بتحاسب نفسك المجتمع بي حاسبك ومرجعية يكون لك مرجعية مرجعيتك المجتمع مرجعيتك القانون مرجعيتك الله سبحانه وتعالى وشفافية تكون شفاف فلوسك أهلك ممتلكاتك تصرفاتك في البيت وخارج البيت معروفة نفسك ومسؤولية كمان ايه هي نزاهة وإخلاص وضمير يكون عندك ضمير ضمير حي فلذلك تكون مخلص في العمل تكون راجل او امرأة وتكون نزيه ايه دك تعف انعفى المسؤول عفى الشعوب وتقوم مسؤولية مساءلة وصبر ومجاهدة مساءلة من مين المسؤول يسأل مش يسأل المسؤول يسأل يسأله اقل شخص في المجتمع ولابد ان يجيب عنه لان هو اصبح مسؤول اللي كان يسأل ليس لكي يسأل وصبر يسبر على اذى الناس له ويسبر على حاجة الناس ويسبر على تحقيق احلام الناس ومجاهدة للنفس النفس الامارة بالسوق والبطانة السوق اللي حواليه والمسؤولية طاعة وانقياد واحسان طاعة لمن؟ اولا لله سبحانه وتعالى ثم للرسول صلى الله عليه وسلم وبعدين معاك طاعة لطلبات المجتمع اللي بيعيش فيه لانه هو خادم عند المجتمع هذا المسؤول او الامير او الرئيس او الملك او الوزير او او الى اخره هو خادم يتقادراتبه من المجتمع هو طاعة وانقياد ينقضل حاجة الناس ليس ينقضل هواه واحسان احسان في العمل ان تحسن لخدمة الناس نفسه والمسؤولية عفة المال مش مالك مال فقراء والمساكين وامانة تكون امين زي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم معرفة بالامانة قبلها واثناء وبعد البعثة ومصداقية تكون انت صادق مع الناس مش سياسي العبان تلعب بالبيداء والحجر النهاردة احمر بكر ازرق بكر اخر لا والمسؤولية زي ما قلت الابل كده هو رحمة وعدل ومساكين تكون رحيم بالناس الفقراء والمساكين والمرضى والشيوخ والاطفال والارامل وتكون هي عدل تعدل بين الناس واذا حكمت ببين الناس فانت حكموا ايه بالعدل ومساوى بين الناس كل الناس امامك سوا سواسية والمسؤولية في الاخر هي كرامة وحرية وعدالة اجتماعية كرامة تحفظ للنس كرمتهم حرية تعطي للناس حريتهم وعدالة اجتماعية تساوي بين الناس في كل شيء ده تعريف المسؤولية اللي انا بتكلمت عنه اليوم اما من هو المسؤول المسؤول بالنسبة لي أنا سواء كان أمير أو شيخ أو ملك أو رئيس وزراء أو وزير أو رئيس جمهورية هو خادم يؤدي خدمة لأقل مواطن في المجتمع وهو موظف يدفع هذا المواطن الصغير أجر عمله يدفع لهذا المواطن الصغير وهو ناصح أمين لمن؟ لكل مواطن في المجتمع وهو الذي يحافظ على مقدرات المجتمع مقدرات المجتمع ومقدرات الوطن ولا يعطيها لآل بيته أو لأصدقائه وهو متجرد ومتنزه عن أموال الشعب جميعها أو جميعها وهو لا ينام حين ينام الآخرون ولا يشعر بالنسب والتعب من أجل راحة الآخرين هذا هو المسؤول وهو الساعي الساعي الذي يسعى بين الناس على من؟ على الأرملة وابن السبيل وهو الذي يرعى اليتامة فهو راعن ويرعى المسنين فهو راعن وهو القائم على ماذا؟ على أحلام الأجيال لكي يحقق هذه الأحلام وهو أكثر الناس سؤالاً من من؟ من الناس أو مثالة من الناس وأحسنهم استماعاً من من؟ من الناس أو إلى الناس هو من سيسأله الخالق عن ماذا؟ ربنا مش هسأله بس عن حسن وحسنين وجورج وكوين لا، هسأله عن الحمير وعن البغال وعن الطيور زي ما كان سيدنا عمر بيحاسب نفسه أن تعثرت بغلة في العراق زي ما كان سيدنا عمر بن عبد العز الخليفة الخامس أو السادس بعد كده كان بينصر الحبوب على قمم الجبال لكي لا تقوع الحبوب اللي كي لا تقعد الطير على قمم الجبال فهو مسؤول عن الدواب مسؤول عن الطيور والسخور والجبال والوديان والمناخ والأشجار والأنهار وكنوز الأرض وفياف الصحراء ونجوم السماء المجتمعة في مجتمعها هو مسؤول عن كل هذا هذا هو المسؤول وهذه هي المسؤولية ده التعريف للمسؤول والمسؤولية اللي احنا بنتكلم عنها اليوم بعد أن عرفنا أنواع المسؤولية ننتقل بعد كده هو هذه الآية طبعا ذكرت في القرآن الكريم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فقابلنا نحملناها وأشبقنا منها ومحملنا للإنسان الناو كانت ضمن جول الأمانة دي يعني رايح جاي أنا ببقى رئيس فبفرح بيها لكن في نفس الوقت أقوم بإيه بخدمة الرئاسة وبخدمة إيه وبمسؤولية الرئاسة فأنا مسؤول عن كل فرد في الخمسمائة مليون شخص اللي موجودين في بلدي أو التلتمائة مليون أو الخمسين مليون أو المليون أو النصف مليون بمعنى أحقق له ما يريد بالطرق المتاح فدي عدم الأمانة لذلك الجبال بعد أن أشفقنا منها بعد ما رفضتها السماوات رفضتها والأرض رفضتها والجبال رفضتها رفضوا يحملوها فمن اللي حملها؟ الإنسان هو ظلم جهول هو بس عايز يقعد على الخذوق لأن الخذوق جميل بالنسبة له نمرة اثنين وقفوهم فأنا مسؤولون هم المسؤولون مين المسؤولون؟ من نصبوا أنفسهم على العروش وعلى الرئاسات وأعطوهم أنفسهم المسؤوليات في أخذ القرار حيسألوا في الدنيا من الفقراء والمساكين والمواطنين ويسألوا في الآخرة أمام الله سبحانه وتعالى فيأتي هؤلاء الفقراء والمساكين لكي يسائلوهم بعد كده هو هنا زبعا فيه محاسبة نقولنا في خصائص المسئولية المحاسبة أيحسب الإنسان يترك سؤلاء فمعنى إيه يترك سؤلاء؟ يعني هيعدي كده من غير من غير ما يخد له حاجة لا في الدنيا وفي الآخرة لكن سؤال الآخرة أصعب كتير جدا من سؤال الدنيا لأن سؤال الآخرة هيكون شريط الفيديو بتاع العمل بتاعنا في الدنيا كله أمامنا هيكون قنمنا الملائكة سؤال كان في القبر أو أمام الله سبحانه وتعالى لذلك لما تولى سيدنا عمر بن عبد العزيز رد العاني الخلافة اعتزل تلت أيام وكان يبكي تلت أيام برغم أن زوجته كانت فرحانة لأنه أصبح خليفة أقوى رجل في العالم فلما خلق على زوجته فاطمة بنت عبد الملك لقيته بيبكي وهي فرحانة بقى وبتزغرد زي الستات كده وحاجة زي كده جزي كذا قال لها ويحك يا امرأة لقد وليت أمر هذه الأمة ما وليت فتفكرت في من؟ مسؤول الفقير الجائع والمريض الضائع والأرمانة الوحيدة واليتيم المقهور والشيخ الكبير دول عيال كثير والمريض والأسير المظلوم وأمثال هؤلاء في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعرفت أني مسؤولا عنهم وتصور أن في يوم من الأيام سيقف ليس أمام هؤلاء ولكن أمام الله سبحانه وتعالى ومن سيكون خصيمه في هذا الموقف الرسول صلى الله عليه وسلم فلما تتصور هذا الموقف أن الله سبحانه وتعالى أمامه والرسول على يمينه والله يشهد والرسول يدافع عن أمته فخشي أن تقوم لا حجة أمام الرسول صلى الله عليه وسلم فاعتزل واحتجب نفسه ثلاثة يام لكي يتحمل عبء هذه المسؤولية هذا شعور المسؤول الذي يتحمل مسؤولية هؤلاء أبناء شعبه كلكم راعن دفع حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر كلكم راعن وكل مسؤول على رعاته الإمام راعن يعني مسؤول والرجل في راعن في أهل بيته والمرأة راعية في بيت زوجها والخادم راعن في مال السيد مسؤول عن راعاته وقال حسبته أن قد قال سيدنا عبد الله بن عمر والرجل راعي في مال أبيه فهم مسؤول عن راعاته وكلكم راعن كل واحد مسؤول عن شيء في حياته سؤال كان في الوظيفة كان مدرس كان غفير كان عسكري كان جندي كان 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 فهو راعن في المكان والموظف الحكومي راعن ومسؤول عن راعاته المسئولية إذن بتقول عليها تكليف واختبار وابتلاء بتكلف أن تشبع مسئول الذي يسعى أن يكون أمير ويتقاطل عنها أو رئيس أو أخره بيتحمل عزم مسئولية أكبر لأنه سعى إليها اجعل المسئولية تسعى إليك وتسعى أنت إليها في مسئوليات كثيرة جدا في المجتمع في مسئوليات الدينية في مسئوليات اجتماعية في مسئوليات أخلاقية الأخلاقية بتبقى التربية الأخلاقية بتاعتك الاجتماعية ما هو دورك في المجتمع ماذا تعمل للمجتمع اللي نتعيش فيه أما الدينية هي الانتزان بالأوامر والنواهي اللي أتى بها الرسول صلى الله عليه وسلم وتحدث عنها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ففي هذه المسئوليات داخلية الدينية أخلاقية كذلك داخلية كيف نتعامل مع الناس اللم يكون لنا تربية سلوكية ومجهادة نفسية ثم نأتي المسئولية المجتمع لو كيف نبني مجتمعنا وكيف نحافظ على مقدرات مجتمعنا وكيف ندافع عن حقوق المواطنين الذين نعيش معهم دي أنواع من أنواع المسئولين وكلما عظمت صفة المسئولية كلما عظمت المسائلة وكلما كبر الخازوق الذي يجلس عليه المسئول فدي مسئولية ملك ومسئوله عن الشعب كله عن الشعب كله من الحدود دي للحدود دي للحدود دي للحدود دي للملك أو رئيس الجمهورية أو الوزير أو الأمير أو الشيخ القبيلة إلى آخر ودي مسئولية المدرس هو مسئول عن كل طفل في الفصل كل طفل في الفصل لابد أن يخرج فاهم المادة التي شرحها لهم المدرس لكي يستطيع أن يعلم هذا الطفل فيبني ويرب جيل للمستقبل والجندي هذا الجندي الوقف على الحدود بتاعت الدولة هو مسئول عن الدولة كلها من هذا الثغر اللي هو وقف فيه شوف الجندي ده وقف هنا والجندي ده وقف هنا بغض النظر عنه ده صغر وقف لصغر من الثغور ويدافع عن هذا الوطن بروحه وبدمائه وبكل حياته فدي مسئولية يبقى مسئولية الملك مسئولية المدرس مسئولية الجندي بعد كده ده الأب أو الأم مسئول هو يتجوز عشان إيه عشان يربي الجيل ده يربيهم على الأخلاق على الفضيلة يعلمهم يرعيهم يبني بهم مستقبل المجتمع الذي يعيش فيه وهنا رائع الغنم رائع الغنم مسئول عن القطيع ولا أشبه البشر بقطيع الغنم لكننا قطعان مننا البشر والمسئول عننا هو مسئول عن كل واحد من هؤلاء كيف يحارب الذئاب وكيف يحارب الهوام لكي يحافظ على قطيع الغنم بتاعه فكل هؤلاء مسئولين في المجتمع الذي نعيش فيه كيف نتحمل مسئولية أولا نبدأ أن نعرف ما هو العمل وظيفتي شكلها إيه وهم عايزين مني إيه وما هو أهمية العمل اللي أنا بقوم بيه أعرف أهمية عملك اشغل نفسك بماذا بما يفعل الآخرين بما تفعله أنت اشغل نفسك بما أنت مسئول عنهم فما نشتغل بغير المهمة ضيع الأهم بغير المهمة ضيع الأهم لا تجعل العمل بتاعك روتيني اكتهد في العمل وخلي بالكم العمل الحكومي هو يعتبر من الأعمال الذي لابد أن اكتهد فيها وإن فسد الفس مفسدين وأنا أفسدهم المفسدين لأن نكون كالمفسدين في هذا المكان لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد أبدا ده تحمل المسئولين حب العمل بتاعك حبه لأن ده مصدر رزقك وده اللي حيسألك عليه سبحانه وتعالى أو اللي حيسألك عليه سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بلك وإن أحبابت العمل تحسن إنتاجك اعطي العمل الوقت والجهد الكافي يعني بيقولوا أن معدل إنتاج الفرد في العالم العربي ساوية ساعة أو خمسين دقيقة أو نصف ساعة ده حيب حرام ده حرام سواء كان هذا في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو أي حاجة يعني أنت موظف حكومي تأخذ راتب على سبع ساعات في اليوم لا تختزلها لنصف ساعة لا تختزلها لساعة لأن ربنا حيحسبك أنك رديد بهذه الوظيفة لكي تعمل في الحكومة سبع ساعات لكنك تخرج بعد ثلاثين دقيقة أو تجلس في المكتب سبعة ساعات ولا تؤدي إلا جهد نصف ساعة أو ساعة فده حرام 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 أنا تلعامل وقت الجهد كافين لا تأكسل ولا تتجر في الكسر والخموم في المهمة والضجر مع الوسائم وتبرم وانصرف دي أشياء نعلم نفسنا فيها كيف نتحمل المسئولية بعد كده أي فوقت المسئولية إنك تشعر بإنك لابد أن تؤدي الأمانة إمتى لاشعر المسئولية وإداء المسئولية أمانة أمام مين؟ أمام الله سبحانه وتعالى وأمام الناس أنك تخلص في العمل وتثبت على العمل أنك تكسى بثقة الناس أخبالك وتكسى بثقة بنفسك يعني كلما شعرت أنك مسئول عن الآخرين كلما ازداد ثقتك بنفسك لكي تلبي لهم حاجاتهم يشعر الشخص المسئول بالسعادة إمتى لما يؤدي الخدمة للآخرين لما يؤدي الخدمة للآخرين قويا لأنك مشعرت أنك مسئول في الدولة تبني الدولة بنيان قوي تعطي الإنسان الشعور بالاستقلاليته أنا مسئول فأنا بعمل كذا وكذا وكذا لا أعتمد على الآخرين والإنسان اللي بتحمل المسئولية هو إنسان قادر على لعب دور القائد الناجح أو الأب الناجح أو الأم الناجح وهذا مما يزيد ويرفع سواء من مرتبته في المجتمع يعني اللي قادر على حمل المسئولية هو الإنسان الناجح في المجتمع مش الإنسان الزكي أو الغني أو اللي بيلعب البدى والحجر أو اللي هو صاحب الفهلوة أو الأخير لا هو الإنسان القادر على تحمل المسئولية في صور تانية نرجع تانية نلخص الموضوع من أول تاني ونبلج أمامنا ثلاث أو أربع دقائق أول صورة أنا ليه سميتها كده لأن عظم الجلوس على كرسي المسئولية من المسئول هو بعظم الأسئلة التي سيسأل عنها أو التي سيسألها الشعب أو المجتمع لهذا المسئول لهذا المسئول فلذلك الأمر أخطر مما نتوقع ونضربت القصة تخليدا لإسم السيدنا سليمان الحلبي الذي دافع عن أمة الإسلامية يعني عشان دافع وجاهد في سبيل نصرة الأمة الإسلامية حطوه على الخزوق ده دي أنواع مختلفة ممن يجلس على هذه الكراسي عشان نعرف أنها صعبة صعبة في يوم الأيامة أو في الدنيا ودي المسائلة هنتكلم عنها أنه واحد حريص أن يكون ملك حريص أن يكون رئيس حريص أن يكون وزير حريص أن يكون رئيس بدراء حريص أن يكون أمير حريص أن يكون كذا 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 فبك هذا الحرص في كل ذرة من ذرات الحرص هو طلب من فرد من أفراد المجتمع وهو خزوق يتعذب به في الدنيا والأخيرة إن لم يوفي بحق هذا المواطن أو حق هذا الوطن بعد كده هو الوعي بيخلي الإنسان يتعذب أكتر لأنه يكون فاهم عشان حقو الناس بعد كده المسئولية احنا عرفناها قبل كده تعريف المسئول المسئولية وده بعض التعريفات لها من القرآن الكريم ودول أنواع المسئولين والرعاء للمجتمع اللي نتكلم عنهم وكذلك هي تكليف وليس تشريف واختبار وليس نجاح وابتلاء بلاء وده أنواع المسئولية سواء كانت دينية أو مجتمعية أو أخلاقية وده أنواع المسئولين وكلما عظمت المسئولية كلما عظم السؤال في الدنيا والآخرة فالمدرس والجندي والذي هو ظابط البوليس والأب وراعي الغنم إلى آخرك كل هؤلاء مسئولين عن المجتمعات التي يخدمونها وغير كده هو ده كيف يتحمل المسئولية إلى آخر فنحن النهاردة كلمنا عن من يطلب المسئولية يعرف أن لها تبعيات خطيرة جدا في الدنيا والآخرة وأن المسئولية مساءلة ومحاسبة وشفافية ومرجعية وتجرد وتواضع ومشاعر وحنين ورؤى لابد أن يحققها هذا المسئول لكل فرد من أفراد المجتمع حتى الطير حتى الدواب حتى المناخ الذي لا يفسده المجتمع حتى الجبال حتى المقدرات المقدرات التي مقدرات الوطن نفسه فأشكركم جميعا لحسن استماعكم وإن شاء الله نتقابل غدا في هذه المحاضرة بلغة الإنجليزية tomorrow we'll do the same one 11.30 UK time 2.30 مكة time same time إن شاء الله about responsibility stroke حلبي our responsibility is حلبي and tomorrow I will explain what does حلبي means والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته